تغز الفوضى مدينة تعز وتوسع انتشارها الى كافة ارجاء المدينة عمليات قتل منظمة واغتيالات تستهدف الجميع بلاسثناء وضابط في جهاز الامن السياسي بالمدينة كان اخر الضحايا فبحسب مصدر امني اغتال مسلحان مجهولان الضابط في جهاز الامن السياسي الملازم عدنان المحية في حي الجحملية شرقية المدينة ولذا بالفرار كان الضحية وفقا للمصادر ذاتها عضوا في لجنة التحقيق بقضية مقتل رئيس برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي الشهر الماضي في مدينة التربة وتلقى قبل اغتياله بايام تهديدات بالتصفية الجسدية على خلفية عمله في التحقيق بهذه القضية وهي القضية ذاتها التي تقول السلطات الامنية في محافظة تعز انها القت القبض على المتهمين فيها وباشرة التحقيق معهم لم تعلن هذه السلطات حتى اللحظة عن اي نتائج اولية للتحقيقات رغم مرور ثلاثة اسابيع ولا تحديد الجهة التي تقف وراء هذه العملية او دوافعها ترى مصادر مطلعة ان اغتيال الضابط المحقق يكشف عن احتفاظ الجهة المنفذة بنفوذها وقدرتها على تنفيذ العمليات والقدرة على الوصول الى التحقيقات وتحييد الضباط قبل استكمالها تقول الاجهزة الامنية في تعز انها باشرة الاجراءات في ملاحقة الجنات فور تلقي البلاغ بمقتل الضابط الامني متحدثة عن حملة امنية لا زالت مستمرة لملاحقة الجنات مؤكدة ان العملية هذه لم تكن الا ردة فعل على الضربات الموجعة التي تلقتها ما وصفتها بالعصابات الاجرامية ست عمليات اغتيال وتصفية تسجل في محافظة تعز خلال اربعة اسابيع احدها استهدفت امرأة برصاص جنود من القوات الحكومية في ريف تعز الغربي واخرى استهدفت مسؤولا امميا وثانية استهدفت طفل ان سقط مضرجا بدمائه امام والدته برصاص جندي في القوات الحكومية ايضا وباستثناء اعلان القبض على المتهمين في اغتيال المسؤول الاممي جميع القضايا الاخرى تنتظر ملاحقة الجنات فيها ويتظاهر السكان هنا للضغط على الجهات الامنية القيام بدورها ويبحثون عن انصاف لن يأتي